السلام عليكم أعزائي الطلبة ورحب بكم من جديد في محاضرة جديدة أخرى في مادة وصول المحاكمات الجزائية تناولنا في المحاضرة السابقة التعريف الدعوة الجزائية والفرق ما بينها وما بين الدعوة المدنية وكيفية تحريك الدعوة الجزائية وتوصلنا إلى أن تحريكها يتم أما بطريق الشكوى أو بطريق الإخبار كما تناولنا الجهات التي تحرك أمامها الدعوة الجزائية وعلمنا بأنها متمثلة بقاضي التحقيق والمحققون وعي مسؤول في مركز الشرطة وعضاء الضبط القضائي كما تطرقنا إلى المتهم في التشريعات الوضعية والمتهم في الشريعة الإسلامية اليوم سوف نتناول إضاح عناصر حق المتهم في محاكمة عادلة حقيقة عناصر هذا الحق وهو حق المتهم في محاكمة عادلة تتمثل بأن تكون المحكمة مستقلة ونزيهة وأن تكون المحاكمة علنية وأن تكون الإجراءات شفهية وأن تكون المحاكمة سريعة وليست طويلة وبطيئة وأن يسود مبدأ المساواة أمام القانون فضلا عن حق الدفاع الذي يعتبر من الحقوق المقدسة انطلاقا من مبدأ دستوري يتمثل بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته فمن حق المتهم أن يوكل المحامي يدافع عنه وبالتالي يمارس حق الدفاع بأصوله القانونية المتعارفة عليها بالإضافة لكل ذلك هناك مسألة مهمة تتمثل بضرورة إفهام المتهم بالتهمة المنسوبة إليه وتبليغه عند حصول أي تغيير في هذه التهمة وأيضا الطعن في الأحكام الصادرة يعني شنو الطعن في الأحكام الصادرة يعني الشخص المتهم إذا صدر حكم عليه من ضمن عناصر الحق في حق المتهم في محاكمة عادلة أن حق له الطعن في الأحكام التي تصدر ضده يميزه أمام الجهة التمييز التي تتمثل بمحكمة التمييز الاتحادي أو إذا كانت الجريمة جناية أو محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية إذا كانت الجريمة المتهم عليها هي جنحة هذا رح نتناول إن شاء الله في وقت آخر أما عن نطاق حق المتهم في المحاكمة العادلة نقصد بذلك هو الإطار الإجرائي الذي يكفر الحماية القانونية لحق المتهم في محاكمة عادلة من الناحية الإجرائية ومن الناحية الموضوعية ويتمثل ذلك بعدم جواز محاكمة شخص لم يتم إحالته إلى المحكمة المختصة بالتأكيد هذا تحصيل حاصل إضافة إلى ذلك بأن يجب على المحكمة أن تحدد محاكمة المتهم ضمن الاتهام المعروض أمامها بمعنى أنه ما يصير أنه أهاني حاكم شخص عن جريمة قتل بينما هو محال عن جريمة سرقة وما يجوز أحاكم شخص عن جريمة سرقة بينما هو محال عن جريمة خطف وهكذا بمعنى أنه نطاق حق المتهم في محاكمة عادلة أن تتم محاكمة المتهم ضمن الاتهام المعروض أمام المحكمة وليس أي اتهام آخر كما يجب على المحكمة أن تلتزم بالوقاع في حدها العيني يعني شنو حدها العيني؟ يعني الموضوعي الحد الموضوعي الذي أحيلت بمجبه الدعوة على المحكمة فضلا عن ذلك يجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بالتهمة الجديدة إذا أرادت تغيير التهمة السابقة بمعنى أنه شخص أحيل إلى المحكمة عن جريمة قتل وفي الجلسة تولدت خناعة أخرى لدى المحكمة بأن الجريمة هي ليست قتل وأنما ممكن أن تكون جريمة شروع بالقتل فالمحكمة يجب عليها هنا حتى تطبق المحاكمة العادلة أن تبلغ المتهم بالتهمة الجديدة لما تريد تغيير التهمة السابقة وعلى المحكمة أن تمنح المتهم مهلة لتقديم دفاعه عن التهمة الجديدة أن طلب ذلك وهذا وارد بنص المادة 190 على بالوصولية وأن نصحتكم بالمحاضرة السابقة أعزائي أن تأخذون المتن قانون أصول المحاكمات الجزائية حتى كل ما أحولكم على نص قانوني ترجعوا لغرض تناول النص القانوني بالإضاحة ننتقل إلى حق المتهم في توكيل المحامي شباب حق المتهم في توكيل محامي الدفاع عن نفسه يختار في جميع مراحل الدعوة الجزائية وهي من الضمانات المهمة نص على ذلك المادة 19 رابعا من الدستور العراقي لسنة 2005 كما نصت على ذلك قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ لا يجوز عند استجواب المتهم استخدام الأدوية والعقاقير للحصول على اعتراف منه هل يجوز؟ السؤال هذا معلومة خلوها يمكم ما يجوز استجواب المتهم عند استجواب المتهم تحت تأثير الأدوية والعقاقير كما لا يجوز عند استجواب المتهم استخدام جهاز كشف الكذب من قبل المحقق لأنه يتعارض مع الحقوق والحريات الشخصية ولكون هذا الأسلوب يمثل اعتداء مادي على حق المتهم في الصمت هناك حق للمتهم يسمى بحق المتهم بالصمت لما أحقق قويا متهم باستخدام جهاز كشف الكذب أنا راح أعتدي على حقه بالصمت بمعنى أنه أنا راح أستنطقه وأصادر حقه في الصمت هذا من جانب من جانب آخر يعتبر إكراه له ويتمثل ذلك بالاعتداء أو الإذاء البدني والنفسي عليه لحمله على الاعتراف يعني لما أخلي جهاز كشف الكذب على المتهم أنا راح أخوفه لهذا المتهم وربما هو راح يضطر يعترف على فد أموره وما مسويه فالله عن كل ذلك أن النتائج الفنية التي تم الحصول عليها لا ترقى صراحة إلى مرتبة الأدلة ولا تعد من عناصر الإثبات نصل إلى فقرة جديدة في محاضرتنا لهذا اليوم تتمثل بسلطة المحكمة في توجيه التهمة ما المراد بذلك؟ ما المراد بسلطة المحكمة في توجيه التهمة؟ من أهم القواعد التي تحكم نظر الدعوة الجزائية هي قاعدة تقيد المحكمة بحدود الدعوة المعروضة أمامها ويعبر عن هذه القاعدة بقاعدة عينية الدعوة يعني إذا سألك أقول لك ما المراد بقاعدة عينية الدعوة؟ تقول لي هي تقيد المحكمة بحدود الدعوة المعروضة أمامها أما تقيد المحكمة بالأشخاص المحالين عليها فيعبر عنه بمبدأ شخصية الدعوة إذن عندك مبدأ أبويا هنا لازم تعرفهم المبدأ الأول هو مبدأ عينية الدعوة والمراد به أن تتقيد المحكمة بحدود الدعوة المعروضة أمامها ما تعبر هذه الحدود وهناك مبدأ ثاني يسمى مبدأ شخصية الدعوة والمراد به أن تتقيد المحكمة بالأشخاص المحالين عليها اللي يحدد الوقائع المرفوعة بها الدعوة وأشخاص المتهمين هو منه قرار الإحالة خذ شنو قرار الإحالة؟ ما سامعين به قبل أكيد يعني من دراسلكم بالمرحلة الأولى والثانية ممكن ما مر عليكم قرار إحالة قرار إحالة هذا قرار يصد رقاض التحقيق شباب احفظوه زين يصد رقاض التحقيق يحيل بموت جبه أوراق الدعوة إلى المحكمة المختصة سواء كانت جناية أو جنحة هذا قرار إحالة هو اللي يحدد أشخاص المتهمين وموضوع الدعوة يعني يحدد الوقائع المرفوعة بها الدعوة وأشخاص المتهمين بقرار إحالة بين لك زمانة جريمة وتاريخ ارتكابها والأشخاص والمادة القانونية والأدلة المتحصلة كلها موجودة بقرار إحالة عبارة عن صفحة واحدة تنظم وترفق بأوراق الدعوة لو ربما أحدكم يسأل ما المراد بالحدود الشخصية للدعوة الجزائية قلنا احنا قبل شوي بأن المحكمة تتقيد بالأشخاص المحالين عليها زين شنو الحدود الشخصية للدعوة الجزائية من مراد بيئة الحدود الشخصية للدعوة الجزائية يراد بها بذلك مبدأ شخصية الدعوة هو قيد شخصي يتعلق بالمتهم الماثل أمام المحكمة ولا يجوز محاكمة شخص لم ترفع عليه الدعوة بالطرق القانونية مثال ذلك الدعوة لم تحرك على شخص معين بتهمة الضرب مثلا وبمرحلة المحاكمة ذكر المجنى عليها بأن الشخص الذي ضربه هو ابن عم ابن المتهم عفوا ابن المتهم وليس المتهم ابن المتهم وليس المتهم أو ابن عمه وليس هو نفس الشيء المهم يعني القصد أنه مو هو هنا المحكمة اش راح تسوي هنا على المحكمة أن لا تقضي ببراءة المتهم من جريمة الضرب والحكم على ابن المتهم حتى ولو كان ابن المتهم حاضرا واعترفه بارتكابة جريمة اللي هي جريمة الضرب المجنى عليها حتى لو كان حاضر الجلسة وقال إيه نعم أنا اللي اعتديات عليه وأنا اللي ضربته فهنا ما يحق للمحكمة أنه تفرج عن ذاك الشخص وبعدين تحاكم هذا الشخص ليش؟ لأنه الدعوة أصلا لم تحرك ضد هذا الشخص وأنه ما حركت على غيره لذلك إذا حكم شخص آخر غير من اتخذت ضده الإجراءات فالمحاكمة هنا راح تكون باطلة ويبطل معها الحكم الذي يبنى عليها ما بدأ شخصية الدعوة نص عليه المشرع العراقي في الفقرة أليف من المادة 155 الأصولية بالقول لا يجوز محاكمة غير المتهم الذي أحيل على المحاكمة هذه انتهينا من عدها ولكن هناك فرضية مهمة تتمثل بحالة إذا ظهر للمحكمة قبل أصدار قرارها في الدعوة إن هناك شخص آخر غير المتهم الماثل أمام المحكمة إلى صلة بالجريمة ولكن الدعوة لم تقام ضده كان يعترف هذا المتهم يقول أنا ما ارتكبت هذه الجريمة وإنما فلان هو اللي ارتكبها فالمحكمة هنا اش راح تسوي فالمحكمة هنا لها أن تحسم الدعوة بالنسبة للمتهم بالقفص المتهم المحال أمامها تحسم الدعوة تحكم بالإفراج أو حتى بالإدانة حسب الأدلة أو لها أو من نقول أو يعني أكو طريق آخر شي سوي أن تطلب من قاضي التحقيق يعني ترجع الدعوة من يمها من الجنايات أو من الجناح ترجعها المن للقاضي التحقيق إيش تطلب من عنده تطلب من عنده اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص الذي له صلة بالجريمة وتقرر إعادة الدعوة لمحكمة التحقيق لاستكمال التحقيق وإحالة الشخص الذي له صلة بالجريمة مع المتهم على المحكمة وهذا الحكم وارد بنص النوادة 155 بالأصولية معنا هذا الكلام كله أختصر لكم يا بكلمتهم المتهم إذا كان حاضر أمام محكمة الجنايات مثلا وتبين للمحكمة بأن هناك شخص غير هذا المتهم هو اللي ارتكب الجريمة وله صلة بالجريمة المحكمة الجنايات إلها صلاحية أنه تحكم بهذه القضية وتطلب من قاضة تحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص الذي لم تتخذ بحق الإجراءات أو عدها صلاحية أخرى شي سوي ما تصدر قرار بهذه الدعوة ضد المتهم الحاضر أمامه هو أنه ماشي تسوي يعني تقوم بإجراءة يسمى بإجراءة التدخل التمييزي وتعيد هاي القضية إلما إلى قاضي التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد ذلك الشخص الذي لم يحضر أمام المحكمة أمام المحكمة عفوا في المحاكمة وبالتالي يحال الشخصين إلى محكمة الجنايات حسب مثالنا ومحكمة الجنايات راح يصدر قراره وفق الأدلة القانونية المتحصلة هذا شي سمونا يسموه الحدود الشخصية للدعوة الجزائية زين شون الحدود العينية للدعوة الجزائية؟ من المراد بالحدود العينية للدعوة الجزائية؟ تعني عينية الدعوة الجزائية أن تتقيد المحكمة بالوقائع المحالة بها الدعوة كما وردت بقرار الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور أو أمر القبض لذلك ميجوز للمحكمة أن تعاقب المتهم عن وقائع لم تسند إليه في الدعوة المرفوعة إليها ولو كان للواقع أساس في التحقيقات مشرعنا العراقي لم يورد نصوص صريحة على هذا المبدأ اللي هو يا مبدأ مبدأ عينية الدعوة الجزائية كما فعل في مبدأ شخصية الدعوة الجزائية اللي هو النص عليها قبل شوي قلنا نص عليها في المادة 155 أصولية وبالرغم من ذلك فإن مبدأ العينية يعتبر من مقتضيات العدالة وجرى القضاء العراقي على مراعاته مبدأ العينية ما يعني أبدا تقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الوارد بقرار الإحالة وهذا ما نص عليها المشاريع العراقي في الفقرباء من المادة 187 الأصولية رجعوا لها يعني راح تقولوا لشن معنى هذا الكلام أقول لكم معنى أنه محكمة الموضوع منه أقول لك محكمة الموضوع يعني أقصد محكمة الجنايات أو الجنح لما يحيل الهقابة التحقيق الدعوة بقرار الإحالة وخلالها مادة قانونية محكمة الموضوع الجنايات أو الجنح ما تتقيد بالوصف القانوني الوارد بقرار الإحالة ما تتقيد بالمادة القانونية من حق تغيرها يعني مثلا متهم محالة على 405 اللي هي جريمة القتل لما وصل للجنايات أو الجنايات محكمة الجنايات تقول لا هذه مو 405 هذه 405 على 31 اللي هي شروع بالقتل معنى هذا أنه أبو الجنايات محكمة الجنايات عدها صلاحية واسعة بتغيير الوصف القانوني الجريمة ننتقل إلى موضوع آخر شباب وهو الرابطة الإجرائية شنو معنى الرابطة الإجرائية؟ الرابطة الإجرائية شباب هي علاقة ما بين الدولة وبين شخص معين لاتهامه بارتكاب جريمة واضحة هي علاقة ما بين الدولة وبين شخص معين لاتهام هذا الشخص بارتكاب جريمة شنو طبيعة هاي العلاقة؟ أو طبيعة هذه الرابطة الإجرائية؟ طبيعتها هي ذات طبيعة قانونية جنائية هذه الرابطة ذات طبيعة قانونية جنائية يعني شنو الطبيعة القانونية وشنو الطبيعة الجنائية؟ أنت كقانوني أي عبارة وأي مصطلح لازم توقف يم مو تحفظه وتعبر لا شنو الطبيعة القانونية للرابطة الإجرائية؟ أي شيء يظهر عندك أنت ما فهم يقول شنو معناه؟ شنو معناه؟ شنو هذا؟ شنو ذاك؟ ليش؟ هذه التساؤلات هي اللي راح تخلي الفكر القانوني عندك ينمو يوم بعد يوم إلى أن سن عندك ملة قانونية وهذا اللي أريد من عدكم إن شاء الله ويتفيدك حقيقة مو بس بدراستك وأنما حتى بالمستقبل إن شاء الله تعالى كل واحد حسب تخصصه أكيد راح يستفاد من هذا الموضوع سواء في المحامات أو بالوظيفة القانونية بأي دائرة من دوائر الدولة وحتى بالثقافة العامة أنت كقانوني لازم دائما عندك الاستفهامات موجودة في فكرك على طول يعني أي كلمة تقال أنت لازم تعرف عندك تعريف لهذه الكلمة من أقول لك الطبيعة القانونية للرابط الإجرائية شنو معناها؟ لازم عندك تعريف إلها واللي هي شنو؟ بمعنى أن القانون يحكمها من أقول لك ذات طبيعة قانونية بمعنى أن القانون يحكمها وينظمها ويرسم المناهج والأساليب التي يلتزم أطراف الرابط باتباعها وإنشاء حقوق والتزامات متبادلة ما بين أطراف الرابطة هذا معنى أن القانون هو اللي يحكمها وينظمها من أقول لك الطبيعة القانونية للرابط الإجرائية اللي هي علاقة ما بين الدولة وبين شخص معين لاتهامه بارتكاب جريمة يعني باختصار شديد هي رابطة علاقة ما بين الدولة والمتهم ما بين الدولة منه والمتهم شنو الطبيعة القانونية لها؟ من أقول لك ذات طبيعة قانونية تقول لي بمعنى أن القانون هو اللي يحكمها وينظمها خلاص زين شنو الطبيعة الجنائية لها شنو الطبيعة الجنائية للرابطة الإجرائية بمعنى أنها لا تنعقد إلا بالمراحل التي يتدخل فيها القاضي الجنائي تدخلا يهيمن فيه على الرابطة القاضي الجنائي مو المدني القاضي الجنائي اللي هو منه قاضي التحقيق قاضي الجناح قاضي الجنايات وهكذا لذلك قيل أن مرحلة التحري اللي هي مرحلة جمع الأدلة والاستدلالات لا تعتبر رابطة إجرائية جنائية وإنما هي رابطة إجرائية إدارية ما قلنا رابطة إجرائية جنائية هي الرابطة القانونية اللي عرفناها قبل شوية بينما هنا أكو رأي يقول أن مرحلة الاستدلالات هي ما تعتبر رابطة جنائية وإنما هي رابطة إدارية لذلك فإن الرابطة الإجرائية الجنائية لا تنعقد إلا بثلاثية الأطراف اللي هم منه الإدعاء العام المتهم القاضي ثلاثية الأطراف الرابطة الجنائية للإدعاء العام المتهم والقاضي نصل إلى موضوع آخر نحاول يمنا ونوقف محاضرتنا لهذا اليوم اللي هو ما موضوع الرابطة الإجرائية وما هي خصائصها موضوع الرابطة الإجرائية هو التزام القاضي الجنائي بإزالة التناقض والتضارب ما بين حق الدولة في عقاب المتهم وبين حق المتهم في الحرية بالنسبة لاتهام معين هذا موضوعها هو التزام القاضي الجنائي بإزالة التناقض والتضارب ما بين حق الدولة في عقاب المتهم وبين حق المتهم بالحرية زين شنو خصائصها سعرفنا هذا موضوحة هو هذا موضوحة رفع التناقض والتضارب ما بين المصالح شنو خصائصها من خصائص الرابطة الإجرائية الجنائية هي أنها قابلية الرابطة للتشعب بمعنى أن الرابطة تستقبل خصوما لا شأن لهم بالموضوع الأصلي للرابطة والمتمثل بحق الدولة في عقاب المتهم وحق المتهم في حريته مثال ذلك المدعى بالحق المدني الذي يتقدم بطلب للحكم له على المتهم بالتعويض إذن من خصائصها هي قابلية الرابطة للتشعب واثنين قابلية الرابطة للتدرج في المسير بمعنى أن الرابطة الإجرائية هي كيان واحد تتمثل وحدة الرابطة الإجرائية من خلال صفة التدرج والتي تعني أن الرابطة الإجرائية تستطيع أن تسير بمراحل ودرجات مختلفة اللي هي مرحلة التحقيق ثم مرحلة المحاكمة ثم مرحلة ماذا؟ الطعن بحيث أن الفرد لا يعاقب إلا بعد توافر جميع طرق الدفاع عن نفسه وكافة الضمانات القانونية في كافة مراحل الدعوة الجزائية هنا حتى من تعوكم هو ينوقف حتى نكمل إن شاء الله تعالى بالمحاضرة القادمة موضوع الجهات التي تحرك الدعوة الجزائية أمامها في حالة الجريمة المشهودة راح نعرف الجريمة المشهودة شنو هي شنو تعريفها وبعدين أشوف من الجهات اللي تحرك الدعوة الجزائية أمامها وشنو حالات الجريمة المشهودة هذا اللي راح نتناول إن شاء الله بالمحاضرة القادمة أتمنى منكم شباب أن تركزون على هالمواضيع المهمة وأتمنى من عدكم أيضا أن تقرؤون بالكتاب اللي إذا شوفوا قدامكم اقرأوا المادة وآن يمكن موضح لكم أي شيء عدكم خير واضح من لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته